بسم الله الرحمن الرحيم وحبيبنا وعظيما سيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله حياكم الله جل وعلا طبتم وطاب ممشاكم فتبوأتم يوم القيامة من الجنة منزلة والله جل وعلا أسأل أن يظلنا ويظلكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إنه ولي ذلك والقادر عليه مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنين 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 سمعين أنا يعني مصر إن أنا سمعكم الآهات دية كل حلقة لأن والله عدد الرسائل اللي بيجي لواطس وعدد الكلمات اللي بتكتب على الواطس تدل على الشجن والحزن والألم تدل على يعني المعاناة الشديدة داخل كل بيت مسلم وبيفتقروا إلى طريق الخلاص فطار نلجأ إلى الأطباء وطار نلجأ إلى العلماء وطار نلجأ إلى الدجالين المشعوزين وبحجة أعذرنا عم الشيخ ما أنا مش لاقي حل والحلول زي ما قلت لك موجودة في الكتاب والسنة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ربنا قال كده في القرآن الحلول موجودة عند النبي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أي رسول الله يحببكم الله الحلول موجودة في الاستقامة في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لازم أن يكون عندنا واقفة زي ما قلت لك الحل اللي فاتت مع النفس ولازم أن أعرف يقيني بالله يقيني بالله يقيني بالله انت واثق في ربنا أو أنا واثق في ربنا توكل على الله لو أنكم تتوكلون على الله وح 그런 توكل لرزقكم كما يرزق الطايم أنت بتتكلم يعني أنت بتقول أي وانا متوكل على الله بس أنت مش متوكل على الله حتى لحق التوكل أيوة انت مؤمن آه بس ما انتش عندك إيمان صادق انت بتقول لا إليه لله بس مش خالص من قلبك من قال لا إليه لله خالصا خالصا فيه إخلاص يبقى انت عندك معالم الدين بس مش مكرونة باليقين مش موجود اليقين عندك وده اللي أنا عايز أكلم فيه النهاردة أنا النهاردة عندي يقين بإن الحل في الكران والسنة بس ما بتتبعوش أنا عارف إن اللي خلقنا ربنا بس ما بعبدوش حق عبادتي أنا عارف إن الداء والدواب بيد الله بس مش واثق إن الحل يجيب سرعة أصنع مشيغ لو مشيت مع ربنا الموضوع عاي يطول الله تمنت أخرك بدايتك بالله وأخرتك بالله كما بدأنا أول خلق نعيده تمنت المصنع بتاعك زي ما قلت لك الحلقة اللي فاتت تكوينك الذات الشخصي الروحاني الجسدي هو ربنا اللي مكونه فهو اللي عنده السر هو اللي عنده السر هو اللي عنده الكائنونة بتاعتك إذا قال كن ستكون كن مريض بعد ما كنت صحيح كن مريض كن صحيح بعد ما كنت مريض هتكون صحيح أو الله يبقى كن مريض بعد ما كنت صحيح هتكون مريض كن صحيح هتكون صحيح بيدي أسباب السماوات والأرض بيتحكم فيك معاك وعندك ومعك ولك وبك أينما كنت ستجد الله يناديك عبدي أنا ربك اسألني أعطيك اسألني أعطيك دعوني أستجب لك تأوه إلى الله تأوه والله العظيم نغمة نغمة بتصدر مننا مش نغمة هذا الصوت لا بتصدر من كل واحد اسمع مش محتاجة تفسير والله إما أهاض أهاض بتخرج من امرأة مظلومة من زوجها تحرش بيها تردها من بيتها خد حدت حاجتها جاء لي الرسالة كده خد حاجتي بقول له يا عم والله بنفس المنطق والرسالة مكتوبة بقول له طب خد حاجتك وديني حاجتي لأبويا جايبة قال لها لا مش هطولي أشياء واحدة هتلقى الله تقول له إيه عملت قوية على امرأة ضعيفة لماها بالليل تقول خرجني بقى مصر النوم يا الله الظلم ده إيه اللي في تقرى ده وعزين ربنا نزل رحمته علينا الرحماء يرحمهم الرحمن ما بنعرفش ربنا لما بنقع لما بنقع ونقول آه لما قلتش قال لي أنت معاك وانت مقتدر وانت قادر الآن الآن علمت أن لك ربا قويا قادرا مقتدرا جبارا مهيمنا يهيمنه على كل شيء عرفت دلوقت أوه عرفت بس أنا ضعيف اعترفت أنك أنت ضعيف يا ما استطلنا باللسان ويا ما استطلنا بالأزهان ويا ما استطلنا بالغيبة والنميمة ويا ما رشينا وارتشينا من أكل حقوق الناس لشن نضيع حقوق على ناس ونجلب شيء مش من حقنا ها حرشنا افترينا تردنا ظلمنا هو ده اللي احنا عايشين فيه الآن وقت الحصاب حينما تستبين لك قدرة الله فاعلم أن قدرة الله غالبة 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 إذا ما دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجو عقباه إلى النادم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تانم هيدي عليك وعين ربنا ما بتنامش أيها الساحر شردت كم بيت ها طلقت كم امرأة ها مردت كم صحيح فكرت كم غني إيه اللي استفدتوا في النهاية هتلقى الله بإيه بالذنوب أيها المرأة التي تلجأ إلى الساحر هتقول للربنا إيه هنقول للربنا إيه يوم الموقف العظيم يوم لقاء الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون خدت فلوس من جراء الأزى خدت فلوس كتيرة لكن لما هتنزل للقبر خدت إيه معاك ولا شيء أكفان بالية بتعلم الناس السحر ليه انتشرت على الفضائيات أنا بكلم دعوة للساحر واللي بيلجأ للساحر أخي الحبيب أنا بحبك والله العظيم في لحظة هتزهك روحك وإنت بتعمل السحر يموت الإنسان على ما عاش عليه عشت على السحر هتموت وإنت بتسحر عشت بتقرأ طلاصم الجن والكفر هتموت وإنت بتقرأ طلاصم الجن والكفر أختي الكريمة لا تدخلي على مواقع النت اللي بتعلم الناس السحر لأن ربنا قال كده يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلماني من أحد إن حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر يعني ربنا بيقولك لو دخلت عني بتشوفت واحد بيعلم السحر كفر ربنا بيقولك لا تكفر وإنت بتنقلي ده كفر وإنت بتجربي ده كفر وإنت بتعملي الأشياء دي ده كفر لابد لنا من عودة لابد لنا من رجعة لابد لنا من وقفة لابد لنا أن نعلم جيدا أن الشافية هو الله وأن العاطية هو الله وأن المانع هو الله احنا في هذه الحلقة بوجه نداء للساحر ولكل من يلجأ له ولكل من تعلم سحرة وكل من وقف على أعتاب السحرة وكل من نادى بالسحر أن يتعلم فقها دروريا بأن حتى الأغذر بش هذا الشيء ولو بجهالة هو كفر لأن الله جل وعلا قد أعلم عنه معنا طبعا فيديو إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم فيه باستفادة لو جهز الفيديو هنطلع به وهتتعلم منه الكثير كيف يصنع هؤلاء من حبائل الشيطان كفرا يتعلمه الناس وبدأ يرسل عن طريق الإنترنت وبدأ يعني الناس تدخل تلقى تعني صفحات سهلة للتصفح وللتطبيق عبر الإنترنت إلى أن يجهز الفيديو بنجوف في معالم هذا الدين الدين الصريح فيديو هي علمنا كيف توغل هؤلاء في بيوتنا إزاي الناس دي قدرت توصل لعقلنا وإزاي الفكر المتضائل من العالم الإسلامي أصبح فكر مقلد أو الله فكر مقلد سمتنا التأليد الولد يشوف حلقة معينة كابوريا يحلق كابوريا إيه يا ابن دي؟ يا ابن النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه الحلقة عن القزح نهى رسوله عن القزح يحلق ولكن موضع من الشيخ انت راجل راجعي أبو السلقة العيال لابسين بناطين متقطعة أنا فكرت والله مش لاقي يشتري إيه دا يا ابني؟ دا الموضع من الشيخ دا بنطلون أغلى من البنطلون العادي كل قطع وقطع عند الربة وعند أسفل الرجل البنطلون كله هلهيل وماشي مش مكسوب من والله زمان كان فيه قطع بسيط الواحد يكسب وقعد يداري فيه قطع عشان نسي خياطه في البنطلون بتاعه أو في السروال أو في الجلباب بنقلد بنقلد التسريحات بتاع النساء المسلمات النهاردة تقليل بكياج معين تقليل قعدة معينة كلام معين ماما وبابا مرسي وبكو مرسي بكو يا بنت دا انت من أصل فلاحي أصلاح نتعلمنا كده مرسي بكو مرسي ايه وبتاع ايه؟ مرسي ايه دا حنفوة ما اعلن بقى لربنا منساعد ما تركنا شكراً وجزاك الله خيراً مبارك الله فيكم وأسنى الله لكم العفو والعفية حياكم الله حياكم الله وزيتم خيراً مرسي بكو يا صلاة النبي أصبحت لغة الغرب أسمى معانينا مش لغة النبي الشكر والسراء على الله ما تنفعناش النهاردة فماذا حل بنا إلا الوباء الوباء والغلاء والديق ومن أعرض عن ذكري فإن لو معيشة ضنك الإعراض بدل جزاك الله خيراً مرسي بكو ها والله بدل من أوم المجلس غفرانك غفرانك ها باي 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 وبنلتقي بكرة باي باي هو دا من أعرض عن ذكري فإن لو معيشة ضنك فنحشره يوم القيامة أعمى قال رب لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها نسيتها وعدت تدور على الإنترنت والنت وتشوف إيه الجديد وتفصله وتلبسه وتتعلمه وتتكلمه لكن دخلت على موقع تعلمت فيه كلام النبي هادي النبي سمات النبي صفات النبي حلوة النبي جمال النبي سيرت النبي ها تعلمت الكلام ده تعلمت الكلام ده يا أخوانا شيطين بقى سيكنت وبدأ السحر دلوقتي يخش في بيوتنا مش عايز ترجمة سحر مشروح مش عايز ترجمة طيب لما يجينا السحر لغاية بيتنا فانا عايز أعرف يا عم الشيخ إزاي يعني السحر بيجي لغاية البيت أنا جبتلك فيديو الفيديو ده أنا جبته لك مش عشان تتعلم منه ده عشان تتعلم مني أنا إن ده كفر عشان أنبهك إلى إن مش كل حاجة تخش تسمعها ولا الموقع على 2-3 مليون مشاهدة بينما أهل العلم علوم كام مشاهدة 300 ولا 400 مشاهدة يهدل على فقر الأمة أمة فقيرة مش عايزة تسمع الحق عشان ما تنتبهش إنه على باطل أهل الباطل ما يحبوش تسمع أي شيء عن الحق عشان ما يفوقش كده أنا مختنع إن أنا على باطل ومش عايز لك تفوقني سيبني يا أخي سيبني يا أخي زي ما فيه شخص سمعته في بعض الشجارات في الشارع وأنا ماشي بالسيارة بيقول له واحد والله العظيم سمعته بيقول له يا أخي أنا كافر يا أخي عايزي مني أنا كافر أنا مش هسجد لله سجدة أنا هسيب بالدين وهعمل لا إله إلا الله فاستوقفني هذا الكلام فارجعت فوقف تعالى هو مين اللي هيخسر دينه لحبصص لي قال لي أنا قلت له مين اللي هيتأذى يوم القيامة قال لي أنا قلت له طيب يعني يعلو صوتك بهذه الكلمة ومفتخر قال لي ما أنا ميداي يا عم الشيخ خلاص طلعت من هدومي هكفر بالله لا إله إلا الله ولم يجد الناس في غضبهم حائطا مائلا يعلقون عليه غضبهم إلا دين الله عايز هو غضبان يسب الدين يسب الدين يسب في ذات الله يسب في ذات الله يسب النبي محمد يسب وهو غضبان فلم يجدوا إلا دين الله شماع يعلى عليه بأخطاؤهم حائط مائل يعلى عليه غضبه ليه؟ هو ربنا عمل لنا إيه؟ رزق بيرزقك صحة ومديك ولد وعطيك بيت وبانيلك بيت مش انت انت نازل فقير عاري حافي ضعيف نشأك كبّرك ادّك الصلابة والقوة علّمك ادّك العلم اللي تجيب بالمال مش شرط العلم اللي هو الثقافي علم الدنيا تتاجر وتشتري وتعرف المكسب والخسارة ادّك معالم الدنيا وعرفك وفهمك والآن انت باع عندك مال وعندك صحة أو أولاد وزوجة تسبي دينه تكفر به ولا تقوله اللهم لك الحمد والشكر يا رب حتى في البلاء اللي نزل عليك تعترض عليه ما أصحك كم سنة كنت صحيح كم سنة لما أمرضك تكفر به طب لما كفرت بيه هتصحى أبدا أمورك كلها بيد الله طب إيه العمل عم الشيخ نرجع لربنا أنت مش محتاج لشيخ يرجعك لله عز وجل ارجع لله يا أخي ارجع لله يا أخت الكريمة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ما تستعنش بساحر حتى في استعنتك بالشيخ حتى لو أنا أخذ بالأسباب لكن بالساحر ما فيش أخذ بأسباب ده كفر فأنا النهار ده بخطب العالم أيها الساحر تب إلى الله تب إلى الله جدد إيمانك والله لن ينفعك هذا العلم عد إلى الله جل وعلا عالك بالقرآن يا أخي ادعوا إلى الحبيب إلى الحبيب النبي العدنان طب سنة الرحمن في العلاج بالقرآن حلالك هيأتيك من اتباع الهدى أما اتباع السحر والشعوازة والدجل كل ذلك مال سحر وإن أغناك الظهر كله فإنت غدا بين يدي الله فقير كثير السيئات فقير الحسنات لأن الحسنات تطايرت تماماً تتطاير بزنوب بتفريق ما أنت بتعمل زنوب وأنت بتعمل السحر كل مرة بتسحر بتكفر بالله وممكن تعمل السحر بالزنة وممكن تعمله بماء ناجس وممكن تكتب القرآن بنجاسة ده أخ أختي بتقول لي والله رأيته ساحراً يربطه كتاب الله في قدمه ويخش بالحمام يا بنت رحله ليه؟ أنا قلت بقى جربت القرآن من فيه جربته هو القرآن بيتجرب تعالى عندي وعندك يقين بالله والله إن الشافة والله طبق هدي النبي لما جاكلمك عن حاجة تقول لي النبي أمر بيها أأله أمر بيها أأله جاء رجل من الأعراب أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يا رسول الله كنا نرقي كانوا جماعة من آل حزب آل حزب كنا نرقي برقية في الجاهلية كانت اسمها رقية العقرب وأنت نهيت عن هذه الرقية وكنا ننفع بها الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم قل لي كده النبي بيقول له سمعني كده سمعني أنت بتقول لي في الرقية فلما تلوا رقاهم على رسول الله لم يجد بها شرك قال لبأس يلا ارئي بيها ارئي بيها فمن استطاع منكم أن ينفع الناس فليفعل صلى الله عليه وسلم اللي استطيع ينفع الناس بشيء ما فيهش شرك فليفعل النبي لما نهى عن الشيء ورجع فيه مش معنى ذلك تردد النبي تب ما قال النبي نهى عن زيارة القبور ورجع أجازة وقال ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها يبا نهى ورجع قال زروها ليه يا رسول الله فإنها تذكركم الآخرة يبا النبي لما نهى عن رخية معينة ويرجع يجيزها لأنها تنفع الناس لكن السحر ينفع مين السيطة اللي تصل بها قلت لنا جبت معلقة وتشتش اتصلت بساحرة أو دجالة وقلت لها خلي جوزك نايم وتشتش رصاصة في معلقة فوق دماغه قالت والله بتولع والزوج طلقني وتشردنا إيه الجهل ده أرسول الله فعل ذلك أرسول الله فعل ذلك الله أمرنا بذلك هو ده من تقنا اللي جاي يعلمك به يا أخي طبق القرآن وسنة املأ بيتك بالقرآن شغل البقرة وآل عمران يا أخي شغل آية الكرسي المتكررة يا أخي هتقاش كباية ماية وكرا على فتحة الكتاب سابع مرات رش بيتك بالقرآن رش جسمك بالقرآن رش محلك بالقرآن ده هو الوحدي ده اعتراف منك أنك أنت محب لله أن الله يحب من يحب كلامه أنت بتحب كلامه وأنا بتبرك به وننزل من القرآني ما هو شفاء ورحمة قرآن في شفاء اختبر القرآن في الشفاء مش تختبره تجربه لا اختار كل شوية آية اقرأها على المية واشرب منه وشرب أولادك مش تروح عند واحد يديك ما تعرفش إيه وسبال باعي تقول لداني ترياء وقعدنا نشرب الترياء وبطنة قطع وعم الشيخ جبت حاجة صافرة ما هو بيقطع في مصارينك هل الكلام ده من السنة طبعا هذا كله كلام يحتاجه إلى حلقات لكن هنطلع للفيديو هيعجبكم الفيديو قوي من الناس اللي دخلت اتفرجت عليه واتصلت علي وقيتلي يا شيخ سيد أنا جربت الحاجة دي الفيديو اسمه إيه إيه اللي عايزة تربط لسان جزء الله تعلموا العلم أهو إيه اللي عايزة تربطي الفيديو اسمه كده ربط لسان الزوق تخليه أخرص يكلمك بالصوم والبوك بوم 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 هو الستات عايزة كده تصل بالصحة تقوله أنا عايزاي بخاتم فصباعي ما يتكلمش يسمع وينفذ أختي دخلت على الفيديو ده وطبقيته أقصمت بالله إنها طلقت بعدها ومال فين الخاتم قيتني خاتم مين ده اللعنة الخواتم والده وأنا طالع عشان كده لما بيجي لحادثة وتقول لي أنا اتفرجت على شيء لازم أنا شوف الشيء ده إيه وأعرضه عليكم هنطلع نشوف الفيديو واحدة واحدة كده نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرح مع بعض كيف يفعل هؤلاء بعقول المسلمين مرحبا بكم في فيديو جديد الوصفة اللي هو الفيديو اللي جيب لكم اليوم هي وصفة ربط لسان الزوج أو الحبيب وإشعال إلا يتدخل فأمارك يعني سوف تربطين لسانه وستجعل إلا يتدخل فأمارك ستجعلينه خاتم في فوق أسبوع أي شيء تريد أن تقوم بأي لن يتدخل فيك ولن يعترض عن أي شيء تقوم بأي يعني إذا قلت لهم هذا الشيء أحمر يقول لك أحمر إذا قلت له هذا الشيء أخضر يقول لك أخضر إنه لا ينقشك ولا يعني إلا يتدخل فأمارك يعني سوف يصبح خاتمان في أسبوعك نسبة لهذا الوصفة يعني أحسن زي ما أنتوا شايفين وهو يوم ده يعني طرق من طرق تعليم السحر على بعض القنوات على النت وبيأتوا بإعلانات موجودة عندنا جاء من العالم من العالم بشعاري في المغربي أو من المغرب العربي العالم الفلكي لقلب الحبيب ورد المطلقة وكلام ده أو المدد الروحاني مدد روحاني تحدث المدد الروحاني يعني في القناة موجود فيديو عن كيفية تحدث المدد الروحاني لا يوجد شيء اسمه مدد روحاني الخل الخل هو هذا سوف تقوم بشراء الخل أي نوع وإحنا قلنا الخل والمل طعام الجن اسمع يعني إيمناء مثل هذا سوف تأخذين الورقة والقلم وتكتبين ما سأملي عليك الآن اسمع ماذا سيكتب سوف تكتبين ربط نعم ربط لسانك لسانك حصانك ربط إن سنت حصانك وإن هنت هانك سنين نعم تصبح 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 متل ها الخاتم في أسبوع والله كلام كله كذب اليمين ولا يفلح الساحر حيث أتى ربط سنين سيصبح متل الخاتم في أسبوعك اليمين الخاتم في أسبوعك اليمين تتحقق فيه كيفما أردتي وأينما أردتي يعني يصبح متل الخاتم يعني هذا الزوج سوف يصبح متل الخاتم تحت خضوعك اسمع كلمتك تحت نفودك ولا كلمتها له فوق كلمتك يعني سبحان الله يعني وصفة وسبحان الله وصفة معجزة ثم ما تكتبين في السطر الثاني ربط شك ربط اسمع لا يفك لا يفك لا شمس نعم ولا برد وكأن شمس والبرد يلي بتفك ولا يعلم هذا الساحر ما جئتم بيه السحر إن الله سيبطله لا شمس ولا برد لا سنين ولا أعوام لا شهور ولا أيام ما جئتم بيه السحر إن الله سيبطله ربط أبدي يعني سوف يربط لسانه يعني سوف يربط لسانه ربط أبدي يعني سبح هذا الزوج يحترمك يعني يقدرك اسمع كلامك طبعا الأخت العامة للتفصيل ده لربطت اسمع كلمتك يعني الراجل فكها من حياته تماما لأن طبعا وما هم ضرين به من أحد إلا بإذن الله في عملت السحر عشان يبقى منفعل فانقلب إلى ضر بإذن الله يجلبك الحنين نعم تصبح إنه هو سحر الجلب بين يجلبك سحر الجلب يدي اليسرى واليامين ربط يجلبك الحنين تصبح بين يدي اليسرى واليامين يعني ربطته يجلبه الحنين يعني يجلبه الحنين ويصبح بين يديك اليسرى واليامين يعني يصبح مثل هذا القلم يصبح بين يديك اليسرى واليامين تحت تتحكم الفئة كيف ما أردت وعين ما أردت يعني يصبح هذا الزوج يسمح كلماتك تحت خضعك تحت نفودك يعني هذا الزوج يعني سأربطك طبعا كل كلام زي ما أنتوا شايفين يعني لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ذلك من علوم الجن والشياطين يعلمون الناس السحر وما أنزع الملكين ببابل وطبعا الناس بتتعلق زي ما أقوله في أشياء مش بتعلقوا بالله وبتعلقوا في التلاصم مش في كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين أفروض نتابع ما يتلو كتاب الله الجل وعلا ودي الخطوط اللي احنا اتكلمنا عنها سهل بيتتابع حاجة اسم علم التبسيط والتكسير والأوفاق ده اسمه علم الأوفاق يخطوا خطوطا عشان يكتب الاسم واسم الأم زي ما أنت شايف أهو وعشان كده أنا قلتلك في مرات كثيرة أن إحنا بفضل الله تبارك وتعالى يجب علينا أن كده إن شاء الله نخرج بره الفيديو إن شاء الله يعني جيت لك بعض من أجزاء الفيديو عشان طبعا احنا نتلقى اتصالات بعد قليل إن شاء الله عشان نتكلم فيه هذه الأمور بإذن المولى جل وعلا شوفنا الفيديو وشوفنا التعقبات الناس اللي داخت على الإنترنت وقالوا والله لا جلب حبيب ولا جلب حد والله اتقلب نفس النفس قالوا له والله ما جلب ولا عمل بل بالعكس ازداد بعد وازداد قسوة واتطلقت واتخرب والله أقسموني بالله الموضع اللي أنا عايز أقول لك عليه إن ليس بعد كتاب الله حلا ستكون فتنه كقطع الليل المظلم قيل ما المخرج منه يا رسول الله قال كتاب الله تبارك وتعالى هو الجد هو الجد ليس بالهزم من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله أمور لابد من وقفة مع النفس احنا عاملين البرنامج عشان نجدد الإيمان اللي هيحتاج لوقيا يجي لنا إن شاء الله يحتاج حجامة يجي لنا إن شاء الله لكن في خلال البرنامج احنا هنجدد الإيمان بإذن المولى والفضل الله أي استفسار أنا مستعد لاتصالاتكم الآن عسى أن يخرج من أصلابنا اليوم من يهتدي ويعود إلى الله تبارك وتعالى ومن يجدد الإيمان ويعود إلى الله جل وعلا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم جددوا إيمانكم جددوا إيمانكم قيل كيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال أكثر من قول لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله حسن حصيم لكل من عارف معنى لا إلا الله فأنا أقول أستاذي حنان سلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخنا ممكن نتصفر حضرك على حاجة اتفضلي إحنا بيت أهلي بقاله سنة وشوية كلاته مشاكل حزنه وقربه وتعب وعاية واللي بيقعد بالشغل واللي يشتغل وساحب الشغل ما يقبرهوش إيه مفيش جده يعني والخير كده إن أم إخوتها البل عليها بالظلم ودخلوا عليها وضربوها وقالوا الناس عليها كلام بالكذا إن إحنا ضربناها علشان كذا هي بتعاية كل يوم من وقع الظلم دعلي إلا إلا يعني قالوا على أختوهم كلام في عرضها لا مش في عرضها أم لما دخلوا عليها وضربوها فالناس ليه عملت في أختكم في أختكم كده عملت كذا وكذا وكذا كلام كبير بالكد يعني قالوا عليه كلام إيه كلام كبير بالكدد يعني في العرض يعني قالوا لأ مش في العرض قالوا إن...إني لا يا خال ما بيخلف شي فقالوا وخال متوفي معلشان هما تحرجوا من اللي عمله قالوا من دا دخلت على خالي وقيت له هو كاتب البيت بإسم اليتين مثلا هم قالوا كده يعني وقيت زيت وكتبله وليلأ ودخلت عليه ومراته وهم الوحرهم ونا رابطهم وهي أصلاً ما بتمشيش هي بتمشي على عكاز دي يعني الكلام اللي ألول الناس يعني رابطهم بالعكاز يعني اه فالناس فيه اللي صدق وفيه اللي عارف الحقيقة من يومها بقى لازمة ان احنا لما نيجي نخرج لازمة نفر عليهم لان احنا باتنا جو لو ما أخذ يا شيخنا تلقيق وتف وشتيمة ومقلوبون عليها قلبة من غوء يا سيزة حنان سيزة حنان اتفضل ارجو ادي رقمي لولدتك انا عايزة اتكلمها شخصياً اه عايزة انا اتكلم معها شخصياً هي انا بسيزة عبانة جداً يا شيخ لا تكلمني بدعاية في اليوم خمس ست مرات يا سيزة الكل اتكلمني تكلمني انا عايزة اتوصل معها صوتياً ان شاء الله اه انا عايزة اتكلم معها او هي حتى تريني عليها وانا هكلمها من عندي يعني طب ويا شيخنا حلمت برضوك ان فيت عبان كبير تحت السلم بضحم في البيت نعم ومارات اخويا تتعطي شدي فيها عشان تضلعه دخل فتن كده ضخم جداً وماردهش يطلع ابداً نعم هناك سحر يا استاذ حنام فيه سحر هناك في هذا البيت هناك من يفعله سحراً بالمشاكل وبالهم وبالتعريض بهذا كل حاجة خيب ياريت بس نسمع صوت الام وتكلم معه ان شاء الله اقولك الحل بازن الله تعالى ده ممكن الرقم حضرتك ان شاء الله بعد الارقام هيت وان شاء الله تخدم من الارقام الرقم الخاص بتاعي ان شاء الله تبخدم مين من الكنترول ارقام اللي موجودة على الشاشة بتاعتي او تتواصل معها على الواتس واكتب لك الرقم الخاص احنا بنتكلم على الاهات والانين لما يكون واحدة عجوز بتتوكز على عكزين وفجأة كده اخواتها يتبلوا عليها بامور واضربوها وشعروا باختهم فباين الرحمات وكيف تتنزل الرحمات في عالم غابت عنه الرحمة الا اذا تنطفنا الله برحمته او تغمدنا الله برحمته فعلا احنا محتاجين ان احنا نلجأ الى الله جل وعلا حتى يأتينا اليقين اليقين ان دي اختي ما ينفعش عمل بيها كده ان ده اخوها الا اذا كانت اخته ظالمة او اذا كان زوجة بحردها على الظلم او اذا كان زوجة بحردها على القطيعة فهذه طبعا هي ابقت عن قطيع الاخوة وعن قطيع الحب فربنا يكرمنا كده ونزرع الاخواء في قلوبنا ان شاء الله استاذ محمود السلام عليكم استاذ محمود السلام عليكم عليك استطلبكinander . ازاياك答اوك 사람들 يا سستء محمود تفضل والله كنت عندي اصمتصر كده جيع roles تفضل اسم كلمك الله الكرمكgrund كنت عادي يستثسر بس عم이즈 يمية الطلاق لو واحد يحدث يمية الطلاق على طول بينحسب الطلقه كل مرة لو مثلاً يعني ما تبعش كل ما مشارك تمامًا بتاعه هتحسب طلقهaje ام لا يا هسست محمود علي الطلق ليس ليس طلاق يقع على المرأة هذا يمين مخالفة ليمين الله من اراد ان يحلف ليحلف بايه سيد محمود اراد ان يحلف من اراد ان يحلف حديث النبي من اراد ان يحلف ليحلف بايه بالله بالله طيب انت حلفت بغير الله بانت عليك كفارة يمين لان ده اسمه يمين ولا يؤخذكم الله باللغو في ايمانكم ده من لغو لكن الطلاق الصريح انك تقول لزوجتك انت طالق او الطلاق المعلق على شرط انك انك لو رحت بتقبوك بطالك مجرد ما تروح بتواتي بطالك ام علي الطلاق لانا عندي بلد كل يوم بتحلف بالطلاق من يوم مرة يعني علي الطلاق من اشارب علي الطلاق من واكل علي الطلاق من رايح هذا يمين من لطف الله ان له كفارة فلا يحسب به طلاقا ان شاء الله المحمود خلاص طيب فان شاء الله ينخلي بقى الناس اللي بتحلف بالطلاق كتير هذا يعني ممكن يخضر اقول عليه الطلاق لكن الطلاق لا يقع الا بالتصريح طلاق الصريح سيز محمد سلام عليكم عليكم السلام وفضلات ازاك او سيز محمد من ضمياء او ممكن اكلم فضلك الشيخ اه ما عاجلش سيدة فضل او سيز محمد الله يبارك فيك ما معدرش اقول له كده يا السلام عليكم اقول السلام عليكم اه 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 تصريح انا طاقا المخرج الجميل بتاعنا ويه بيناكت معنا طاقا ماشي. اعود للصف انا اسم محمد وكلمنا عبر الهاتف بلاشنا على التلفزيون عشان نقدر نسمع بعض ان شاء الله. الله المستعام. فنرجع برضو كنفذة من فوقتاش موضوع الطلاق اخوانا عشان ده سؤال مهم جدا. طلاقة التصريح اللي هو الطلاق الصريحة والمعالق على شرط. والازي يقع بالطلاق اما علي الطلاق. فالكفر ان شاء الله طب ايه الكفارة تاعته? اه طعم عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم اللي هو اللي يعني ايه لو انت راجل فايلة وطلع خمسة جناعة يعني ايه قرصين طعمية ورغيف عيش يعني. فمعنا اتصال السلام عليكم. زكا 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 سيدنا. الله يكلمك يا بعمر. الله يصلح عليك سيدنا كل سنوان حضراك طيب. تقبل الله ومننا ومنك يا رب. سعادة بحضرتك والله. والله وانا اسعب بكم. فضل الله. الله يسعب. بعدها حضراك عندي بس رؤية كده الزوجتي شابتها. تفضل عمر تفضل. اه حضراك اه يعني اه زوجتي من الحفز القرآن الاطفال وكده. نعم. فااا اه يعني اه كانت نايمة وحلمت ان هي بتكرأ صورة اه سبحت اسم ربك الاعلى. نعم. وقامت علي ان هي بتيارك كده في المنام. طيب. بعد اذن وعد اذن حضراك باند رؤية تانية. البيت اللي ما عليش عني اتحالك. تفضل. اه بنت حضراك اه شافت ان هي في اه في بيت كده في شارع وفي صويت وفي حاجات بتصوت فى هي قاعدة الطائرة آآ آيه الكرسي. نعم. وكل والله حد قد عزه رب الناس. كله عزه رب الفلق. آآ صورة الاعراف. كل ما تيجي تتكه الحاجات ليه حاجة بتصور. نعم. ماذا. ثم قعد الطائرة الحاجات دي كلها آآ سيدنا. فآآ يعني بقى السوطية دايق 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 دا حد ما راح خالص. طيب عليها عليها ان ترقي نفسها بكل والله ثوال معوزتين فهي معيونة. محسودة يعني البنت. تمام يا فاني. اما بالنسبة للزوجة ان شاء الله فبشر بأن لها مقاما علي عند الله جل وعلا لأنها تسير على ضرب الأنبياء في تعليم القرآن وأسأل الله لها أن يسبتوا على الحق إن شاء الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى علو في المنزلة إن استمرت على هذا الأمر إلى أن تلقى الله جل وعلا بشر بهذا المقام إن شاء الله سليم دائما البشرات تأتي من الأعمال وإحنا قلنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة وبقيت المبشرات كلما المبشرات ويا رسول الله قال الرؤية الصالحة يرى العبد الصالح أو طرى له ومعانا أم محمد السلام عليكم وعليكم التحضر إزايك أم محمد يا شيخ قويس نحمد الله جل وعلا أحبك في النعم والله أحبكم الله أحبكم الله تفضلي بس يا شيخ أنا والله دائما مشاكل ديني جنجوزي نعم بدون سبب دون سبب وأنا عندي نفور مصطبيع من جوزي نعم ودايما دائما 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 مشاكل بدوني يعني أنا من دون أي سبب وما ساكني بدون زائد مع أهم الزوجي نعم ما عندي والله علاقتي أنا بيهم قويس جدا ويا شيخ أنا كنت ساكنة شجرة قبل كده وبعد كده نرألت إن الشاعة دي كنت إن شاءة أنا كنت أحدثيها دي كنت أشوف هي الأسودا من 8 شيخ تمام كنت أشوف فيها كضل أسود كده طيب الجن الأسود ده لأ أنا كنت مصابة بعشك الجن يا محمد في بؤ أعزار أب جسمك أو خربيش ظهرت لا لا ما فيه تساكنت في الشعر لا هو شعري يعني يعني نزم مرة كده بس بعد الولادة وبعد كده هو لا ما فيه طيب يعني يا أم محمد إن شاء الله يعني رجاء بفضل يا تبارك وتعالى يعني تشغل لي سلط البقرة لمدة ثلاثة أيام في البيت وتتصل على الواتس بتاعي تقول لي إيه العرض اللي انت شفتيه بعد سورة البقرة عشان نحدد إيه الداء اللي موجود لأنه طبعا المفروض الرقية هي التي تبين كل شيء أما عبر الهاتف هذا طبعا لا أصل فيه حديث عثمان بن أبي العاصل ما قال للنبي إني يعني إذا أذكر بما صليت وكيف صليت قال إذنه يا عثمان يعني تعالى تعالى أقرأ عليك وقرأ علينا وقال زاكى شيطان فإحنا إن شاء الله المفروض إن التشخيص بإيه مبدئين بنقول شغل سلط البقرة في البيت ونشوف البيت كيف تحول بعد ثلاثة أيام عشان نعرف هل هناك سحر لأن السحر لا ينفك بعد ثلاثة أيام سلط البقرة أما الجن العارض يعني بينصرف من أول يوم البيت الذي يتقرأ فيه سلط البقرة لا يدخله شيطان ثلاثة أيام أما الجن السحر لا ينفك بسلط البقرة فقط لازم نلوك التخريج وتحصين إن شاء الله معنا تصال السلام عليكم أما محمد إسكندريا السلام عليكم أما محمد أي وراء يا شيخ أنا أحلمت أحلمت حلم يعني أحلمت الناس كلها لا تسلط بتعيب أه حمات الميتة روحت عندك لقيتها قاعدة هي واحدة سنة بتقول لي ولا تقلي أقلي تأذي لي أكل لا تقلي مين بقى اللي روحت عندها عند حمات الميتة عند حماتك أه هي قاعدة بتقول لها تاكلي يعني أه ما هي مرضيتش تاكلي مرضيتش تاكلي أنا عادت تتطرق على الناس اللي دارس أسود بتعيب حماتك موجودة ولا ميتة 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 نعم طيب في حلم تاني يا شيخ أنا حلمت برضو حلم تاني اللي أنا بناقف الشعير اللي بأخذة طلعت على ينام لها سودة كبيرة نعم نعم بس خلاص طيب يا أم محمد بس أفصي زوجك أنه يدعو لأمه ويتقرب إلى الله بالصدقة حتى تتنازل عليها رحمات لأن النبي قال إذا مات ابن آدم قطع عمل إلا من ثلاثة ولد صالح وعلم ينتفع به وصدقة جارية والثلاثة ممكن يجمعهم الولد للوالد أو للأم لما يكون عالم متعلم يتصدق ويبعي ولد صالح لكي أنتم عالم وعنده علم ينتفع به بكون أنه يعلم الناس العلم ويبقى تصدق بعلمه بفضل الله جلل وعلا فياريت زوجك تصدق على أمه أما بالنسبة لك أنت بتنقي شعير وطلع نملة فأنت محتاجة الرقية كان فيها يام النبي صلى الله عليه وسلم رقية اسمها رقية النملة وهي تتلو على الحسد الشديد أي حد يشوف نملة في الرؤية نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على إشة ووجد أن هناك علامة في جبهة تجارية كانت تخدم عائشة فقال ألا رقيتموها برقية النملة رقية النملة يعني رقية الحسد يعني فإنت إن شاء الله ربما يكون فيه نكع عين وعائن في البيت محتاج له رقية يعني مش رقية النملة بقى رقية العين إن شاء الله فنسأل الله تبارك تعالى العفو والعافية ومعنا اتصال السلام عليكم والأخت منا السلام عليكم زيك يا منا الحمد لله نسأل الله أنت أكون في خير يا حضرتك أنا كنت في مكان يعني في السطوح وكده بس أنا مش بسماء أو حاجة زي كده نعم فالمهم يعني أنا حلمت بكده فالمهم كان فيه يعني أنا ووحدة اسمها فاطمة نعم فالمهم كان فيه راجل يعني تحت السطوح خالص وأنا فوق خالص نعم فالمهم غلق فيها فالمهم أنا قلتها كلها صاح فبقول إزاي هو بيقرار كده فأنا قلتها من أولها الأخيرها صاح فالمهم بقولها وهي أصلاً صرت القصص فلما صرت أصلاً ممكنتش صرت القصص وكده نعم بس بعد كده طيب يا منا أنت عامل إيه في الصلاة وفي الطاعة وفي العبادة الله يقول الحمد لله نص ونص نص ونص ما نسمت به فؤادك يا منا تثبيت يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت يعني عايز أسأل الله التثبيت ولا بد أن تثبت على دينك اللهم يا مقالب القلوب ثبت قلبي على دينك الآية تدل على الثبات يا منا أنت نص ونص ماشي على سطر وإيه وسيب سطر وأنا ونت في الحلقة السابقة إن الله جل وعلا يعني يقبل العمل الدائم وإنقل العمل الدائم وإنقل ربنا سبعة تعالى بيقبله ما هم فيه استمرارية ودواب ولا يقبل العمل المنقطع وإنكثر يعني ما صليش النهاردة الفراق عاو تقعد عليها شهر لا مش مرفوعة كل أعمالك لا ترفع إلا بالصلاة يا ريت الله يكريمك نص ونص لا عايزين نمشي على سطر كامل أنت مخارج القرآن عند الجميلة فتقرأ القرآن بلا باقة فالقرآن حج عليك دلوقتي يا مينا القرآن حج عليك لابد أن تتمسك بآيات الله علماً وفهماً وتطبيقاً صح؟ علماً وفهماً وتطبيقاً تدبر القرآن علاقته بقيت وشّة جداً ويا شيختي حداً كده غريبة حصلت من جارة كالساكنة عندي نعم يا شيخ أنا من حوالي 7-8 شهر كده أنا كنت طالع على السلم يلقيت الجارة دي رش على السلم مش بتاع شاقتها سلمة اللي أنا بطلع عليها أنا وجوزي هترش حدا كده بيده أنا متعارفة إيه الحاجة البدل أنا قمت ده خط ودقتها بس متعارفة إليه ده سعر المرشوشة أم محمد يا كفيكي أن تأتي بكوب من الماء وتقرأ عليه فتاحة الكتاب سبب مرات يا شيخ بس هو الحاجة دي المرشلية أنا وجوزي وملياهية أنا معرفت لمن يا أم محمد على اعتبار لمن ما يهمكيش لمن المهم من الأثر بتاعه نفذ أثره في التفريق والمشاكل نفذ أهو فإنت حدودك طالما حصل نفور طالما حصل نفور من الزوج بس الزوج مقصود به هقول لك يا شيخ هو مالك الحمجة يعني بعد ما دعيت ربنا كثير وما ربنا أوصي شر منها تمشي من البيت نفسي الحمد لله الحمد لله بس العلاقة بين البنجزي في حاجة غريبة يعني دايما فيه فيه عدوانية في المعاملة فيه دايما خناد دايما فيه كرة يا أخوانا بص يا أم محمد أم محمد ياريت كلكم بس إيه تسمعوا المعلومة اللي أقولها على الهواء دلوقتي المعلومة مهمة جدا استنبطة من الواقع اللي إحنا عايشين فيه ونفعل ما نستطاع منكم أن ننفع الناس فليفعل ما تديش إسمك وإسمومك لأي حد خلاص إسمعوا المعلومة الحلوة دي وأرجو من المخرج السنة بالاتصال المعلومة هتفيدكو كلكم زي ما قال للنبي العمر بن حزن رقيا اسمها رقية العقرب في الجائلية ما هل هاش علاقة بالقرآن ولا بالسنة وقال له ارقوا بعد ما نهى عنها لأن ما فيه الشرك أنا شايف إن السحف بيعمل السحف بالاسم زي ما واردكو الفيديو دلوقتي كذب اسمه واسمه ما واسمه واسمه يجلب أو يكره أو يطلق مش مشكلة عندنا بس هو لازم ناخد الأسماء والحروف وتواريخ الميلاد فإحنا وصلنا للفكر جميل جدا هينفعكم كلكم إن كل واحد يجيب صورته ويكتب عليها ظهرها الاسم واسم الأمة وتاريخ الميلاد ويجيبكم باية مية ويقرأ عليها فاتحة الكتاب سبع مرات آية الكرسي سبع مرات خواتيم البكرة سبع مرات كله الله واحد والمعاوزتين سبع مرات ويحطوا الصورة دي فيها الله إذا كان الساحل استطاع بتلاوة الشياطين واتبعه متاتله الشياطين وعلى ملك سليمان استطاع أنه يأخذ من الحروف ويعمل تلاصم وإنت مش موجود معاه يدل يسحلك عن طريق اسمك واسم أمك طيب ما أنا عن طريق الاسم واسم الأمة بم فيها أسرار أحطها في روقيا يبقى أحفظ الاسم بالروقيا زي ما بحفظ جسم بالروقيا زي ما بحفظ ابن وزوجتي بالروقيا زي ما بحفظ العربية بتاعتي وبرقية زي ما بحفظ شركة ومصنعي وبيتي ومحلي بالروقيا طيب ما هي نفس الفكرة إذا كان بيستطيع عن طريق الحروف والأسماء أن يضعف ماء نجس وتلاوة تلاوة الشياطين طيب ما أنا هجيبي الأسماء والحروف بس أنت اللي تعمل كده مش اللي يطلب منك الاسم أنت اللي تعمل كده كلكم النهاردة تجيبوا الصور تكتبوا على دار الصورة الاسم واسم الأمة وتاريخ الميلاد يعني مشيخي أنه بقى كده بقولك لا النبي صرح بأن ما نستطع منكم أن ينفع الناس فليفعل وأنا توصلتها باجتهاد إلى أن الساحل بيعمل بالحروف الكلام ده طيب ما إحنا نحط الكلام ده في القرآن فنبطل أي شيء مثل الحرف هو بيشتغل على الحرف فنهاء هحصن الحرف هحصن الحروف احفظ الله يحفظك وأنا هحفظ الحرف بالقرآن أنا أيمان أن القرآن خير وحافظ وهو أرحب الرحمين فالله خير وحافظا وكلام الله هو من ذات الله ومن صفة الله كلام ربنا فأنا لما أجيب القرآن أتلوه على الماء وحط الصورة مكتوبة على الإسم وإسم الأمة وتاريخ الميلاد أنا اللي هعمل الكلام ده أنا اللي هعمل لنفس الكلام ده وأنا اللي هحفظ بإسم وإسم أمي أما أنا أنهيكم عن أي حد في التليفون يقول لك إسميك وإسم أمك أوعى تديله فذاك ساحر فالكشف لم يكن أيام النبي بإسم الأم ولا بإسم الأخ ولا بإسم الأب ولا بالكلام ده فمعلومة مهمة جدا وإن استطعت أن كنت تحطها في ماء الورص في أولى فبهودي الحاجة دي فين في برطمان وقفل عليه في آيات الروكة الشرعية وقفل لا يستطيع أن يجتمعوا تلاوة الشيطان مع تلاوة القرآن على حرف واحد وأنا قلت لك السحر بيتكون من حلم التفسيط وعلم التكسير وعلم الحرف وعلم العزائم وعلم التنجيم خمس قوائم بيقوم على السحر علم التنجيم اللي هو بيربط السحر بعد ما بيعمله على الحرف والإسم وإسم الأم ويكسره ويجمعه ويضربه ويحطه في قوائم مجمعة أو مربعة في مستطيلات أو مربعات وبعد كده يعلقه على علم النجوم عشان يجدد علم فلكي كل شهر أو كل إسبوع أو كل يوم أو كل ساعة لحسب ما يريد أنه هو يجنك أو يطلائك أو كل ما عايزة ترجع الجوزك لأتنفره من بعض فهذا هو علم الصحرة وهذا مما علمنا ربنا جل وعلا كي نصل إليكم بهذا العلم اجتهد الاجتهاد وإحنا طبعا درست حتى في الماجستير كيف نخرجه بالفتوى بالاجتهاد مع علم يسمى علم الاستصحاب وعلم الاستحسان وعلم العرف وعلم القياس وابتهاد الصحابة الحاجات دي لما بنجمعها وبنقرأ ما بنقفش بس عند القرآن والسنة بنبحر في آليات العلم الشرعي من جوانب والاستحسان والاستصحاب والقياس والعرف والمصالح المرسلة وباب سد الزرائع والأمر المطلق والنهي المطلق أيوة عشان أوصل ليك أنا عايز أوصل لحل فاللي بقولك عليه استعصموا بالله حتى في أسمائكم رأيتك باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب يا حيى قيومة زجل الإكرام احفظنا احفظنا يا رب من وباء كورونا يا حيى قيوم ارفع عنا الوباء لقدراتك أنت يا رب فأنت منزل الوباء وأنت من ترفع الوباء يا رب اقوله والله العظيم هو اللي يرفع مش الملقاح ولا أي حاجة خالص هو 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 الله وحد الله حلقة طبعا انتهت وأنا سعيد بيكم وأنا بعتبر أن الحلقة بتاعتنا يعني كان لنا جلسين في بيت عائلة بناخد من كل واحد رأي ومشهورة وبالآخر بنعرض الأمر على كتاب الله فإن تنزعتهم في شيء فرضوه إلى الله ورسوله وإذا قضى الله ورسوله أمراً ما كان لهم الخيرة من أمرهم إحنا كده لما يجي قضاء ربنا في العلاج بالقرآن إن شاء الله تيجي نرئيك نقول لك هادي النبي الحجامة أنا بقوم بقى للرجال والزوجة عندي بتقوم بقى للنساء ماشينا على تفصيل النبي لا نحيد عنه فمن اختنع بهادي رسول الله يجي مش مقتنع اسمعنا عايز تهتدي أي فتوى أي مشهورة أي شكوى رقم الواطس موجودة عندكم إن شاء الله بتاعي أنا اللي برد على الواطس فقط يا ريد بلاش تفسير أحلام على الواطس ما بفصرش أحلام على الواطس عشان ما حدش يزعل الناس اللي بتقول انت منزل رقم الواطس ليه أنا ما بفصرش أحلام على الواطس نفسر في الحالة ماشي ويكون الأمور كلها مرتبطة بالعلاج بالقرآن أو بشكوى أو بفتوى أنا تحت أمرك إلى أن ألقاكم يوم السبت القادم إلى عادة بكرة ساعة 8 الصبح اللي ما تبيعش الحالة من أولا بكرة لأحد إن شاء الله ساعة 8 الصبح إلى أن ألقاكم يوم السبت القادم الساعة السامنة مساء أترككم في رعاية الله ومن وكرمه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر